اشتركوا في القناة 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 مساء الخير يا مراد باشا أهلاً حازم باشا أهلاً حازم باشا حباً يا باشا وبنفسك تعبت نفسك ليه بس؟ الحقي يتقال أنا صرت في موضوع الجامعة ده من زمان بس لما عرفت بقى إن الموضوع فيه إسلام ورسومية قلت لأ ده أنا لازم أجي بنفسي ما تقوليش إنك سايب مكتبك في الدقي وجاي مخصوص عشان ترفع علينا الكارت الأصفر وتحن علينا وبايتنا الليلة في سريرنا لا 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 كارت الأصفر يا راجل أنا متأكد إن مراد باشا رفع الكروت دي من زمان وكتير قوي وظابت الدنيا معاك وأنا جاي عشان حاجة تانية خالص بس إنت صح هتنام الليلة دي في سريرك ومش حنية ده بعد إذنك يا مراد باشا تؤمرني يا حزين باشا واضح إنك بيئتي مبتهدة قوي السنة دي وعايزة تنجحي ده بعكس السنين اللي فاتت كلها عشان لما دكتور كبير زي جلال عرفان هو اللي اتوسطلك واتدخر في الموضوع ده بنفسه واتوسطلكم يا سيدي تمام؟ كيباب؟ زابود مارك؟ مش بتقولوها كده برضو؟ موحك ممحك ممحك مكتب موحك ممحك ممحك سلام لازم أعمل كل حاجة بنفسي لازم خش غالا خش شكرا يا سامك هان هنقضيها عرف عرف لي بس يا سالح بيه والله العظيم ثلاثة احنا بقلنا عشر ثمين مصدرش مننا اي حاجة مفيش احنا لأكرم باشا سواء داخل او خارجة تتأخر عن معادها غير كده بر مسؤوليتي بص كل الناس اللي في الميناء هنا مسؤوليتها ان شغل اكرم بيه يمشي لان غضبه لما بيهب بيهب عالكول وبدوني استسنى مفهوم مفهومة باشا اه صباح الفولة اصالح بيه اهلا سي حسن ايه عرفت بالقرار فقلت اجل ميناء راجع في دفتري القديمة ولا ايه قرار ايه اه واضح انك ما تعرفش فيه قرار اداري بفصلك من المصنع كنت هتتبلغ بيه الصبح على فترة مفهومة ولا والكامل فاصل مين من المصنع وانا عملت ايه واكرم بيعرف باللي بيحصل ده انت تنفذ اللي بقوله بس بلك انت هو مل أكرم بيه كبيته بل كبيته وبلا بتاع انا مش نفذ حيقة اللي ماسمع من أكرم بيه نفسه ينهر احمس ينهر احمس تسمحها شخصيا من أكرم بيه بازل وانا علشان سمحت لك تقابله مرة يبقى خلاص موراهوش غيرك يا عم صالح ما ما منفعش كده يا عم صالح مهو بازل وخربة بازل هقولك كلمتي لحطهم حلقة في ودانك خلص الكلام والبندقية تسلمت كبيته؟ جاتكم القرف 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 هاي استانى بس يا حاصل استانى هنشوف هنعمل يوم موسيقى louder زكرة زكرة موسيقى 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 عشتني الإزفانة زكي حنايت زكي حناتي بقيم بإيه بكالمة calls كل الوقت ليكونيك مقفول يعني قمنا بيحنا ما تزعلي مني عن مشاكل السبب تها لك الحقيقة بساتي ولا مشاكل ولا نون دا يا راحت لحالها وعدتنا خلاص المهم انت متقلقيش انا جنبت لحد ما لقليك شغلينا ياختي مانا لفت على محلات المنطقة واحد واحد لغاية مقابل دابت الا محل فيهم بل رئيبك المحل يلا تفتك يا ميت يا حدي المهم قلت لهم حاجة عليها والله يا ذكرى ما بقتش فهم حاجة ياختي بس هي ستة مستهلة بس بقيت عندها تعمل حاجة زي دي عندك حال بس انا قلتلك انا في كل خرابة بيطلع لي فيها حفرة شكل يا صار بقا انا المشكلة فهمها انت ما تتخليش هام بس بيها على ربك وان شاء الله هتتفلك استنى انساك دوري خليهم معاك ايه بتي يا حنان ده مش عاوزة حاجة ايه بتي خليهم معاك لحد ما يقابدوك بقيت شهر بتاعي لا يا حبيبتي خليهم معاك انت كفاء المقصائب اللي حزيتلك من تحت رأسي وبعدين يا حنان انت عندك هامة ما يتلموا ومشاكل قد بالجده مش نقصان انا بقا تادي انت لو قصي اي حاجة كلمية على طول ايه بتي خليهم سلام عليكم قلو بس قلو حاسر رشيدي موجود بره بلغو بس ايه ببالغ انت بتالي اتكل الخاص يا سيدي تكلموا ع الجهاز بلغو من فضلك يا عاقل ايه باقل من فضلك ما تطعش عاقل ايه تادي اتفضل يا اسز يا سيدي هابله ثواني اتفضل يا أستاذ اتفضل يا بيت ما تشرب أهوتك يا عمري بيت هيخدنا الكلام لحد ما تبرد ولا أنت عاوز الباشا بقى يقول أن أكرم البادري ما بيعرفش يضيف رجالته متشكر يا أكرم بيت في الحقيقة لما وقع الاختيار عليك في تولي اتفاقية أعط الأعمار كنا بنينه على اعتبارات كتيرة قوي منها كفاية أعمالك المشهود بها من الجميع وسقاطنا المطلقة في قدرتك على تولي مشروع داولي بالضخمة دي ويا ترى بقى إيه اللي تغير في اللي انت قلته تعارف يا أكرم السياسة متقلبة والقرار اللي بيتاخد النهاردة بيتحول بكرة لأي حد تاني آه قدر أعرف بقى القرار الحكيم ده تحول لمين أصلي ما أتخدش إن المواصفات اللي انت قلتها تنطبق على حد في مصر غيري لا فيه مصر ماليان أرجال أعمال مكتدين غيرك برضو أكرم بيت مين يا عمري بيت عدل الراوي عدل الراوي عدل الراوي اللي ما بيعرفش يا ابني فيلا في كومباوند من غير ما يرجع لي تدولو مشروع بالضخمة دي بتو أكيد بتهزروا هي الحكومة دي هتفضل عبيتة وتفهل حد إمت إمت هتعرف حجم مسئولية البلد اللي هي شايلها بتو أكيد ما جاني بلاش تتعد حدودك يا أكرم مش انت اللي هتعرفني حدودي أنا أكرم البدري أعمل اللي أنا عاوزه وواضح برضو إن أكرم البدري نسي مين اللي بيكرر دايشتغل ودلأ شكرا علاو ما بشبهاش باردة تبعرف اللي حاج حسان حسان مين زيك روى يا أمو وصلنا عن نبي أكرر إيش ده نصيب ونصيبك لحد هنا هتعمل ايه يا كله خير إن شاء الله هيجي منين بس الخير لا سكة الغلط نفحة ولا سكة الصحة موصلنانا لحاجة زيك طب ما حاولتش تكلم الراجل اللي جابلك الشغلانة ممكن يكله صرف حاولت مليون مر مر ما بيرودش مر قفل تليفون مش عارف عامليني طب إهداد وصلنا عن نبي إن شاء الله اللي في الخير يقدمه ربنا والله صاحب إنت عارف أنا رو في إيدي حاجة كنت عملتها بصراحة زيجانة في إيدك لو عالمينة يا بقى هي المينة بس مش اللي في دماغك أنا رجلة قطعت من المينة من ساعة أبويل الله أرحمه خلاص الله أرحمه أما ليه؟ في شحنة جاي من بره على الموصلحة الشحنة دي عشان تعدي لازم تعدي عليك الأول تتفحص وبعدها بكم ساعة تطلع من الجمارك يا الكلام انت بتقول ما لك انت أما الكلام ده يا عمالك انت أما الشغل أكثر يابدا أنا مليش داع والحوار كله عندك انت وشغلتك تجبرك أن انت تعطله الإفراج بجمروكي هو عنده مشاكل في المين؟ عنده مشاكل في الشحنة دي يا زيك يا هاريس وين؟ أعطى المين يا أبو؟ ولا قدر حتى لو قدر فكرك اللي مزبطهم يعني هيسيبوني؟ ده مش بعيد يصردوني منها زي ما عاملوا معا يابدا متلاقش أنا مزبط الدنيا وشوفت الورقة كمان بعناية الموضوع كله في الموصفات كلها شوية حروف على شوية مكان لو انقرنتها بالبانات اللي على الورقة بكلها حديدة في الشحنة أكيدة تلاقي اختلاف حرفي مش موجود رقم غلط وساعيتها بقى وساعيتها يبقى في فرعي في الموصفات يعني حوار كبير وكده ولا كده هتعدي يعني مش عارف أمنعها بس يدي مقولكش منعها أنا بقولك عطلة بس كم يوم لحد ما قولك أمين يا أخي حسن انت بتلعب لعبة كبيرة انتشفت بنفسك صلح الزفت ده وبيوصينا عالشور يعني لو حاجة زي دي حصلت مش أنا بس الهروح في ده يا لأ رهيهرش ان انت عاملها فيه بالعيني عشان تبتقن مني يا حسن ما بتلعش اتحكي لك كم يوم هتحطي عزيك يا حسن بس بس ايه يا عزيك ده انت حقت البطولات في المينة دي يا جدحك ايش يا حسن يا ده ولا نبسك في الحيط يا عزيك اسمع كلام ده ناخوه بقى في جنبه اخوك يا عزيك بص اخوك يا عزيك خلاص يا حسن وربنا يسطر حبيبا زيك انسجار انسجار أعرفني دي يسمي بنتي الله رحمه يوم اللي رغبت فيه على المستشفى وقلت اني تعبانه كان الزكر السماك تحتى ماتت من خمس سنين كان عندها كانسر يسميني علي مكنتش يقول الدنيا بس كانت بالنسبة الناس كتير حولينا ومراضي واصدر للفرحة والآمل للحياة كنت بقى قاعد قدامها مفرج عليها وأنا عاجز رغم خبراتك كبيرة في الطب خلت معها أي رغبة بالنسبة لي في الحياة مبقيتش حاسس غير بحال واحدة بس متتبدل بكاسبك بيها احنا اكتشفنا المرض متأخر ما كانت نشيدة وحيوية وبتجري في كل حدة كانت بتتقلم من بتقولش لحد ما حصل ما حصل وانت ببقا قاعد 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 سغير ببسلها وهي بتتعلم بتقول لي بتخافش يا باب كانت عندها القدر من اعتدت حكا كانت تغير بحاجة من أعرف ان دي أخر ياما في الطنيا غني ماتت ماتت جوية كل حاجة ماتت عرف هت حاجة ولا عاية ولا عامل اي حاجة كل يبقى حاسيس اللي جوية بحيط بتترجم عشان كده كل مقتنراتي مش عايز أعزبها بحاجة مش عايز أعزبها بحاجة أنا آسف يا دكتور سمحت ما كنتش عارف أنا عارف زعلان مني كنت معاملت بطريقة بشكل حساب بس داني كان غصب علي غصب علي علي ما تقولش كده يا دكتور أنت بالنسبة لي مش دكتور أنت أبو أخو صاحب تشرب بيها من وقت عارف التاعها مش لئيها حاضر سمع ريا يا صوص ما تفضل مخابة وشك تلف حواليك يبين وشمالك تشغلش بقالة في أنا ورس وبعدين أنا أقول تنزل هتمشى معك عشان ترور ترور لو أنت مش هي تحل كل حاجة كننزل كل يوم بقى نتمشى خليها على الله نادية انت مجيز نادية حسن الحمدلله على الصلاة مدود أنت لا يسلمني لسه راجع عامل أيام الحمدلله خد عزوز هتيجي يابني عزوز صاحب نادية نادية أخي الشغارة باعلي ناس نادية ما جاي في حياتك براولنا متأخ حياتك البقية من شكرا قوي تكترع فيه نادية نزلت تنشى شوية ومروحها على طول والضو طيب تعالي أوصلك قبل أن يروحنا شويرينا كمان يالله علي عزوز معاني أوصلك لا أنا هروح تتيجي معايا لا السلام عليكم السلام بالله السلام ما يسلمك الحمدلله اشتركوا في القناة ٍّا اشتركوا في القناة المترجم للقناة 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 بيكون حد سغنن بيشتغل معاه وساعتك علمتنا ان السغننين لما بيدربوا بيدربوا تحت الحزام المترجم للقناة